الذي فهمته من سؤال الأخ الكريم أنه يقول كيف نراعي مسألة التعامل مع الأفكار القديمة في ظروف جديدة أو في ظروف مختلفة وإسقاطها على شيء في الواقع وإسقاطها على شيء في الواقع طيب الحقيقة نحن بحاجة إلى أن نطبق مبدأ الحكمة الحكمة في اختيار المعلومات المناسبة الصحيحة وفي معالجة هذه المعلومات ثم في تنزيلها على الوقائع المتجددة والفقهة لهم في ذلك كلام فيقولون لا بد للفقه وهذا أثر عن شيخ الإسلام بن تيمية وغيره أو ابن القيم أنهم يقولوا أن الفقه يحتاج إلى علم بالشرع وإلى علم بالواقع يجمع بينها نعم أنت تحتاج إلى علم بالشرع وإلى علم بالواقع وخلونا نعممها فنقول أنت بحاجة إلى العلم عموماً وإلى العلم بالواقع بالحالة التي عندك ثم إلى علم ثالث وهو كيف ننزل أحكام الشرع أو قواعد العلم على الحالات والظروف المتجددة وهذا ما يسمى بالحكمة الحكمة وضع الشيء في موضعه أن تؤخذ المعلومات المناسبة وتوضع في الأحوال المناسبة بطريقة صحيحة وبحكمة وبناء على ذلك تجد أن الفتاوى تختلف فتاوى العلماء ليش اختلفت؟ كما روي أن الإمام بن حنبل كان له في بعض المسائل عشرة أقوال وغيرهم والإمام الشافعي وغيرهم لماذا اختلفت الأقوال؟ لاختلاف عنصر الدين ثابت والعلم واضح لكن العلم يعطيك احتمالات وخيارات والواقع الذي أمامك يفرض عليك ترجيح أحد هذه الخيارات صحيح فتختار ما هو الأنسب لهذه الحالة وبنظرة العالم الاجتهادية كذلك وبنعم بنظرة العالم لكن هذه المسألة لا يؤتها أي شخص يؤتها من رزق ثلاثة علوم دعنا نبسطها ثلاثة علوم علم بالشرع أو بالأصل العلمي الذي تستند إليه إذا كانت القضية قضية اقتصادية فتحتاج إلى علم بالاقتصاد قضية تقنية بعلم بالتقنية قضية نفسية بعلم النفس ثم علم بالواقع أي الحالة التي أمامك دراسة الحالة لذلك أنا في الاستشارات التي تأتيني مثلا أو عندما أقدم استشارة أقوم بدراسة الحالة لماذا؟ العلم طيب موجود لكن لماذا أدرس الحالة؟ أدرس الحالة ليأطبق النوع الثاني من العلم وهو المعرفة بالواقع تمام فيه تطورات صارت أي نوع أدرس الحالة تاريخها العوامل المؤثرة عليها إلى ما هناك أجل علم بالعلم ثم علم بالواقع ثم علم بطريقة إسقاط أو الربط أو تنزيل العلم على الحالة التي أمامك وهذا هو ما يعمله مثل الطبيب الطبيب الآن عنده أدوية وعنده مركبات لكنه يدرس الحالة التي أمامه وبناء على احتياجات الحالة يركب الأدوية المناسبة التي تصلح للحالة وقد تتغير بتغير الحالة جميل جدا أستاذ أشرف ترجمة نانسي قنقر